عايز بس أعرف معلومة من حضرتك خاصة بتضخم عضلة القلب لأنه من وسائل التشخيص الإيكو أو الموجود الصوتية فأحيانا الناس لما يعني بتسأل المعطيات اللي باينة في الفحص فيتقال إنه فيه تضخم في عضلة القلب فهل كل التضخم ده خطير ولا ده قد يصاحب مثلا أحيانا بعض الرياضيين أو مرضى ضغط الدم أو ما إلى ذلك طيب ده سؤال مهم برضو زي ما حقاك أشارت اللي دكتور محمد لأنه اللغة العربية الحقيقة هنا مقلقة قوي يعني لو محد يقول أنت عندك تضخم في عضلة القلب وممكن ده يبقى وقعه على المريض وقع سيء جدا مع أنه ممكن يكون هذا التضخم ليس بهذه الخطور بالضبط تضخم ببساطة شديدة التضخم في عضلة القلب يعني زيادة في سمك عضلة القلب طبيعي مثلا أنها تبقى حوالي 11 ملي السمك عضلة القلب اليسرى لو زادت بقيت 14-15 دي ممكن غالبا بيبقى نتيجة مثلا ارتفاع في ضغط الدم ده بيخلي عضلة القلب تدخن شوية زي ما كون القلب بيعمل جم يعني بيروح بيشيل حديد بالضبط كده فعضلة القلب تدخن شوية علاجها هو علاج الضغط بسك إن مجرد أن أنت زبطت الضغط مع شهر شهرين سنة سنتين هيحصل فيه انكماش تاني لعضلة القلب وترجع لحجمها الطبيعي عودة للحجم الطبيعي وبالتالي ما فيش منها قلق طالما اتشخصت وتعالجك المشكلة بقى أن ساعات بيحصل فيه تضخم غير متناسب أو غير متناسب في عضلة القلب بيبقى الحائط أو الجدار اللي بين البطين الأيصر والأيمن بيبقى متضخن ممكن يوصل لعشرين ميلي بدل حداشر ومش كل عضلة القلب يبقى أجزاء الحقيقة إن الجزء ده من عضلة القلب هو بيمنع سرايان الدم عبر مخرج البطين الأيصر فبيقفل المخرج فكأن المريض عنده ضيق في الصمام هو الصمام بتاعه طبيعي ولكن الجزء اللي تحت الصمام مؤدي إلى ضيق فممكن يبتدي نفس علامات بقى ضيق الصمام إنه هو يبقى ممكن دوخة بيبقى زغلالة في العين مجهوده مش قد كده والأخطر من كده ممكن يحصل فيه عدم انتظام في ضربات القلب بالذات بقى الرياضيين وبالتالي احنا طبعا من ضمن البروتوكولات المعروفة لأن أي واحد حيبتدي يلعب لعبة رياضية حيخش تيم حيخش يلعب رياضة لازم يتعملوا فحص سواء رسم قلب أو موجات صوتية عشان نستبعد وجود مثل هذه الأمراض اللي هي مش منتشرة أو الحقيقة لكن بتبقى موجودة ويوجودها لازم يتم باكتشافه قبل لعبة رياضة اللي هو تضخم الغير متناسب في عضلة القلب موسيقى